ترجمة نانسي قنقر من مختلف دول العالم على همش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول وقد أكد وقال بندينة أن المملكة ماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع البيئية التي تهدف للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وخفض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 30% بحلول عام 2035 أوضح وزير النفط والبيئة بأن مشاركة مملكة البحرين في أدبك 2023 تأتي تجديدا للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومن بينها قطاع النفط والغاز منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة والنفط والبيئة وأشار سعدة وزير النفط والبيئة إلى أن المعرض والمؤتمر يعتبر فرصة متميزة لمناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتي تؤثر على إمدادات وأسواق الطاقة والعكاساتها